اشتركوا في القناة السلام عليكم وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائنا التناميد عزيزاتنا التنميدات في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تعمل ياسير فيديو اليوم يهم مادة الرياضيات وعنوانه هو كيفية حد الجذر من المقام الفيديو يهم المستوى الثالثة اعدادي ودرس هو درس الجذور اول حاجة يخصنا نعرفها هو ما المقصود بالجذور في المقام كلنا تنعرفوا بانه المقام يعني عدد كسري لاحظوا معي مثلا اذا اعطي لدينا اثنان على جذر مربع ثلاثة وطلب منا عفوا وطلب منا وطلب منا ان نحذف الجذر من المقام هاد الحالة تكون تكون مطلوب منا اذا لاحظوا اثنان على جذر ثلاثة وبنحيدوا هاد الجذر ثلاثة من المقام اشان نديرو يكفي اننا نضربوا كل من البص والمقام في هاد العدد اللي هو جذر ثلاثة اذا لاحظوا ضربنا كل من البص والمقام في مقام هاد العدد اللي هو بعبارة عن الجذر اذا تنحصلوا على اثنان في جذر ثلاثة هو جذر ثلاثة وهنايا جذر ثلاثة في جذر ثلاثة هو جذر ثلاثة والسي اثنان يعني يساوي هو اثنان جذر ثلاثة على ثلاثة يعني تنعرفوا بانه قوة الجذر اثنان الجذر مع القوة اثنان فان الجذر تنتخلصوا منه وتنحصلوا على ثلاثة اذا كيف تلاحظون العملية سهلة اذا اعطونا جذر في المقام وكالجذر عبانا على عدد واحد فاننا تنشدوا دك الكاسر اللي فيه الجذر وتنضربوا كل منا البسط والمقام في نفس العدد اللي كان عدنا في الجذر وتنحصلوا على العدد واحنا تلاحظوا هنا ازالة الجذر ما بقاش هنا في المقام مثال اخر مثلا لو عندنا سبعة على سبعة عفوان على جذر مثلا عشرة فبسهولة اننا تنضربوا وبنتخلصوا من هذا المقام فاننا تنحطوا العدد سبعة على جذر عشرة وكنضربوا كل من البسط والمقام في هذا العدد اللي هو في الجذر اذا جذر عشرة وكما تلاحظون هنا جذر السابعة تساوي سبعة جذر عشرة على جذر عشرة في جذر عشرة فهو بكل بسطة هو عشرة انتمنى يكون الامر سهل الان الحالة التانية اللي تكون مطلوب منا نحيد الجذر من المقام وهو فاش يكون مثلا المقام اللي هو فيه الجذر تكون عبارة عن جمع او طرح كيفاش سنتصرفوا هنا في هذه الحالة رأي الامسالة سهلة احتية يكفينا اننا تنضربوا كل من البسط والمقام في واحد العدد اللي تتسمى مرافق مرافق مثلا هذا المقام ما هو المرافق مثلا هنا عندنا لاحظوا معي ثلاثة على جذر سبعة زائد واحد هذا هو العدد اللي عندنا بنضربه في واحد العدد تتسمى مرافق اللي هو بكل بسطة هو هذا العدد هنا اللي عندنا زائد تتولي في العدد ناقص بالمعنى تناخده سبعة ناقص واحد وتنضربه كل من البسط والمقام ناقص واحد كما تلاحظون فاذا ضربنا عدد كسر في نفس البسط والمقام في نفس العدد فان العدد لا يتغيير ston ten regulation نقدرنا ان هذا العدد يساوي هدى العدد حين تشتينا هذا البسط والمقام ضربناوله في نفس المقام في نفس عدد اللي هو بشترة سبعة ناقص واحد كما تلاحظون كان shown فهذا العدد يساوي مرافق هدى العدد إذا كان عندنا هنا زائد نضربه في عدد فيه ناقص إذا كان هنا ناقص نضربه في العدد فيه زائد نتمنى يكون ماضح وهنا تنجلوا العملية كيفما تلاحظوا إنها تساوي تساوي هنايا ثلاثة جدر سبعة ناقص واحد نقدر نخليها كبل ما نشره ونشوفوا المقام ما ش بيوقع فيه لاحظوا هنايا جدر سبعة زائد واحد عامل لجدر سبعة ناقص واحد هنا تذكرنا بالمتطبقة الثالثة على شكل أ زائد بي عامل أ ناقص بي لاخدنا أ هي جدر سبعة وبي هي واحد وبالتالي أ زائد بي عامل أ ناقص بي كم تساوي نعم تساوي أ أسي 2 ناقص بي أسي 2 وهذا الشكل نكون لاحظوا معي حصلنا على ثلاثة جدر سبعة ناقص واحد على جدر سبعة أسي 2 ناقص واحد أسي 2 هنا تسهل لنا العملية أننا تنحسبه تساوي هي كم ثلاثة عامل لجدر سبعة ناقص واحد على جدر سبعة كيفما قلنا الجدر مع أسي 2 تنحيده يعني تتولي إنها هي سبعة ناقص واحد أسي 2 هو واحد وبالتالي هنا العملية سهلت كيف نكمل حسب جدر سبعة ناقص واحد لاحظوا معي سبعة ناقص واحد تساوي ستة هنا كما تلاحظون هنا ممكن لنختزل بتلاتة تلاتة على ستة هنا يا تلاتة فإننا نحضفه نختزله بتلاتة تتقية هي جدر سبعة ناقص واحد على كم؟ تتقية هنا اثنان وبالتالي نكونوا تخلصنا من الجدر على المقام إذن يعادة نعود للشرح هنا كيفما قلنا إلا كان عندنا المقام اللي بنحيد منه الجدر عبارة عن فرق أو مجموع هنا زائد أو ناقص أشتنديره تنشده البسط والمقام دي العدد تنضربه في نفس العدد اللي هو مرافق هذا العدد اللي عندنا المرافق كيفما قلنا يكفي أننا نغيره الإشارة زيادة المعطلة اللي أعطيتنا هنا النزائد ضربنا في ناقص وبالتالي تنحصله على متطابقة همى الثالثة وتنكمل الحساب دينا بس في الأخير تنختزله إلي كان بإمكان يختزل وبالتالي تلاحظوا بأن العدد اللي حصلنا عليه فهو ليس به جدر في المقام نمرو الحالة أخرى تتكون محتوطة لنتيين قدر نتصدفها بالامتحان هي فاشتكون عندنا مثلا مجموعين بجوج هنا أدينا نعطيكم بنختصره باش ما يكون الفيديو طويل لأقرب حل أقرب حل هو أننا تنتخلصوا من الجدر في هذا العدد بحده ونتخلصوا في الجدر من هذا العدد بحده بنفس الطريقة اللي حلنا بها العملية اللولى بمعنى تكونوا عطينا إثنان على جدر خمسة مثلا بنا نشدوا هذا العدد إثنان على جدر خمسة وبنا نضربوهم بجوج جدر خمسة يعني ضربنا كلهم نبسطوا المقام جدر خمسة ناقص هاد ناقص هيا ونشدوا العدد الثاني ونضربوه في المرافق لنا كما تلاحظون هنا هنا تعملت ندينا ناقص هنا لنا ناقص هوا ناقص هالعدد اللي اعطونا ونشدوا احنا نضربوه في المرافق ديالو بتولي هي زائد ثلاثة المسألة سهلة إذن نضربو كل من البسط المقام في مرافق العدد اللي عندنا في الكسر وبالتالي هنا كيف ما تتلوحظون جوج جدر خمسة بدنا نحصل عليا هي جوج جدر خمسة بدنا نضربو جوج وجدر خمسة وهنا جدر خمسة في جدر خمسة فهو خمسة ناعم وهنايا هذين لاحظوا العدد نخلوه هي واحد فادة في جدر جوج زائد ثلاثة هو جدر جوج زائد ثلاثة لأنه العدد محايد واحد وهنايا تنحصل على متطابقة هامة اللي هي جدر اثنان ناقص ثلاثة والستنان نتمنى يكون واضح وبالتالي وبالتالي هنا نحسبونكم للحساب هي اثنان جدر خمسة على خمسة نعم ناقص هنا العدد بيبقى اثنان عفوا زائد ثلاثة على لاحظوا هنا نسي جدر اثنان وستنان واثنان ناقص تسعة. بالتالي هنا تبقى لنا العملية ديال الحساب. اذا هنا تساوي هي اثنان جدر خمسة على خمسة. ناقص هنا جدر اثنان زائد تلاتة على كم على ناقص سبعة. وهنا نحسب بتوحد المقامات للعددين. كيف ما تتلاحظوا هنا يا? بنا نكمل الحساب بتوحيد المقامات بنا نضرب هذا العدد في ناقص 7 اللي هي ناقص 14 جدر 5 على ندير نطول الخط وهذا العدد كله بنا نضربه في 5 ناقص لاحظوا معي ناقص وندير 5 جدر 2 وندخل هذا ناقص وندخل الزائد نتابع لها إذن ناقص 3 في 5 هي ناقص 15 والتحت عندنا ناقص 35 ثم ناقص هنا بقيت لها عملية الحساب ممكن نخلي إلا ما كانت العدد قبل الاختزال نخلي بهذا الشكل أن اللي تهمني هو أنني حذفت الجدر من المقام تلاحظون هنا ما كانش الجدر في المقام ممكن نخلي العملية في هذا الشكل ممكن إلا كانت العملية قبل الحساب وهي هاد العملية هاد هي نهاية لأنني ما عنديش باش نختزل ما عنديش باش نختزل لكيف نخليها هكا أو ممكن نخليها هكا بهذا الشكل تهذا صحيح وهذا تهو صحيح ولكن في حالة مثلا ناقص هنا كينش حساب ممكن نكمله بالاختزال أو ممكن نكمله بمثلا إلا كانت شي حاجة ممكن بسطة إذن إلى هنا نتمنى أننا طرقنا جميع حالة الجدور في المقام أننا يكفينا إلا كان لدينا العدد في الجدر نضربه في ذاك العدد لبس المقام المقام إلا كان لدينا العدد اللي كان في الجدر عبارة عن مجموعة أنفاق تنضربه في المرافق وإلا تجمعونينا هما بجوش هاتن تخلصوا بلون بنفس الطريقة لقدرنا في الحالتين الأولاتين نتمنى الفيديو يكون مفيد وإلى فيديو مقبل بحول الله وقبل أن نواتيكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس ترجمة نانسي قنقر